يا مساء الفل والهنة يا أخي البلد دي فيها مغناطيس غريب جدا لما بيجي لها أجانب وعضوا من ثلاثة كده تبصت لقيهم مالوا جدا لأنهم يلبدوا ويكملوا وحسوا براحة وحسوا بطمقنينة وحسوا بدفء وحسوا بخف الدم وحاجات كتيرة بتخليهم يعني يميلوا جدا لأنهم يبقوا من سكان البلد ده والبلد ده من تاريخه ومن بدايته مضياف يعني وشعبه بيحب الأجانب وبيستوعبهم سنين طويلة احنا عاشنا في جو ميتروبوليتن وكانوا الناس كلها من كل الجنسيات يعني بالذات كمان جنسيات مهمة التلينة الجريج الهنود الأرمن يعني ناس عاشوا العمر كله في مصر ومحسوش بأي غربة واختلف الوضع شوية أن فيه ناس اضطرت ترجع بلدها ومش عارف إيه لكن ضلت الحالة بتاعت استقباله واستعابة ضيف واحتضانه موجودة جدا بالعكس كمان المصريين لما بيبقى في وسطنا ضيف بنديها شوية زيادة يعني بناخده في حضننا أكتر ومنساعده أكتر وبنعلمه اللزازة واللطافة بسرعة وحاول نعلمه شوية عربي وبتاع فتبصت لقيه اندمج جداً ما حسش أنه غريب يعني ومن فترة كده احنا طبعاً لقينا الحكاية دي كتير متكررة فعملنا مجموعة حلقات اسمها الخواجة مصري والخواجة مصري كان بييجي يقعد شوية بصت لقيه خد قرار أنه هو خلاص هيقلب مصري ويعود بقى ويعيش ويمارس مهنته ويمارس حياته ويخلط الحضارات ببعضها ويعني أريحية شديدة جداً لدرجة أنه ساعات لما كنا بنستضيفهم كان بيقول شعارات يعني يقولها المصريين بمنطقة الفخر يعني يعني يقول حاجات عن مصر ويقول ما حدش كلم عن مصر مش عارف إيه ودفع عنا وكده بيحبها بس مش حقدر أقول أكتر من المصريين المصريين الحقيقة شعب برضو مميز في العالم أنه هو يعني بلده دي عنده حكاية كبيرة يعني مش بس مواطن وخلاص يعني فمن ضمن الناس دول يا سيدي ملا أنت شابة جميلة باباها اتعين في جهاز الإداري المهم جداً بتاع واحد من أهم الأندية في مصر اللي هو النادي الأهلي دي يعني يعني نادي مهم في مصر وفي العالم العربي يعني موضوع كبير يعني وباباها انت دخل في الجهاز الإداري بتاع هذا النادي وأصبح يعني موجود بقى وعايش ومستمره كده فهي قالت لنفسها إيه ما تيجي أروح مصر كم يوم كده هو الراجل كان عايش في بلجيكا وجمع أنه هو إيطالي الأصل فجي من بلجيكا وعاش هنا فهي قالت هروح أزور بابا أبويا يومين ثلاثة كده جت لبدت لبدت لأنها حست براحة واستقبال لطيف كده وطبعا هي مشجعة رهيبة للنادي الأهلي ومتعصبة برضه للنادي الأهلي فابتدت تعمل فيديوهات عن النادي الأهلي وبتاع هوبون يوم في الثاني في الثالث لقينا خبر على السوشيل ميديا إنها اتخطبت لواء الثاني أمر مصري برضه له في السوشيل ميديا الأستاذ علي عثمان إيه فجأة كده إيه ربا فجأة اتخطبوا إيه ملكوا قاعدين مزبهلين أو أنتوا الاثنين كده أليسيا إياناكون أهو وعلي أوسمان طيب عايزة تبتدي منين وير دي وانتو ستارت من اللي تعرفت على بعض إزاي الأول ولا إيه نعني جو فورت يلا جو فورت يا ستة أليسيا ما فيش وات أحسن من الوات ده علشان ليس كاز بانع السوبر الكاسل خلال ولكم فكل الناس مبسوتين قوي فااااا دي كان الوات اتقبلتو ازاي؟ والله كان كان فترة مش لطيفة في حياتي كنت متضايق يعني كنت قعدت فترة كده ما كنتش في أحلى مودز فواحد صاحب يكلمني قال لي بقول لك يا تعالى تعالى نروح للأستاد أنا طبعا أهلاوي جينريشن وورا جيل أهلاوية يعني والدي وجدي يعني كلنا يعني فروحت مع للأستاد إذ فجأة بنت زي الأمر في للأستاد بقول لك يا معلم مين دي دي مين دي قال لي دي انت ازاي شغال في السوشيال ميديا ومش عارف دي مكسرة الدنيا دي مش عارف ايه أيوة مين دي باردق يعني اشرح لي قال لي دي أليسيا يا أنا كن باباها مدرب الحراس في النادي الأهلي حلو قوي بس كده ولا اي حاجة وشفتها واتفرجت على الماتش الحمد لله الأهلي كسب وروحت بعدها بكام يوم فيه إفنت كده ما كان الشركة عندي بتنظمه لقيتها داخلها الإفنت بس روحت أقلب بقى الدنيا هاتلي تيم كل واقف قدامي مين اللي عزم البنت دي هنا يا سليم عايزة أعرف مين اللي عزم البنت دي هنا جابت عمنا آدم احكي لي مين عمنا آدم؟ آدم ده حد معي في الشركة هو اللي مسؤول أنا لسه هعرف ايه الشركة ونشاطك بس قول ماشي عمنا آدم عمنا آدم بيعزم هو اللي مسؤول بيعزم احكي لي يا آدم قال لي والله دي فلانة الفلانة لا أنا مش جاي أتخنق معاك لا أنت تمام أنت عملت شغل مية مية احكي لي بقى وفجأت حضرة الإفنت وتعرفت عليها وقعدنا نفكر بقى إيه اللي ممكن نتعاون نتعاون يبقى ماشي إزاي وابتدى التعرف من هنا وده كان بداية التعارف أيوة عايزة أتعاون في إيه هنت الأول لا كان شغل كان البداية كان الشغل شغل شغل طيب البداية كانت شغل دايركت الحمد لله احنا يعني هبقى أحكي أكتر عن الشركة ابتديني نتكلم في السوشيال ميديا والمحتوى اللي هي حابة تعمله في مصر والمحتوى اللي هي بتعمله هي شطرة جدا يعني هي عندها الحتة بقى بتفهمها وهي طايرة فابتدت فابتفهميها وهي طايرة آه عبتفهميها وهي طايرة أوكي أوكي الحمد لله أيوة طبعا ذكية فابتديني ابتدى يبقى فيه ميتنجز ابتدى يبقى فيه الميتنجز جر شغل جرت وراها سفريات ابتدى يبقى عندنا شغل في كذا بلد في إيطاليا في السعودية هبقى أحكي لك شهر 12 اللي فدى دا كانت الشهر كله والسفريات شغلوا ورا بعض كويس آم ووصلنا في الآخر لاتخطبنا وإن شاء الله حبتها أمتى؟ هلا بحب حبك أمتى؟ وانت حبتي أمتى؟ أنت حبتي أمتى؟ 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 أمتى حبتها أمتى؟ أمتى؟ أمتى بدل الشغل كنا أحسب يعني عشان هو طريب وساعدني جدا هنا في الشغل في في سوشال ميديا أنا كنت الوحدي فهو ساعدني كتير شوية شوية لنا نأخذ حت حت طبعا الاثنين نجوم سوشال ميديا والاثنين ليهم يعني معجبين بالعبيط يعني وهي هي طبعا بتعمل فيديوهات بتعمل فيديوهات متنوعة بس مين لدي الأهلي؟ علي بيعمل فيديوهات دعاية جميلة جدا للبلد وبتروح أماكن وبتكلم عن أماكن وكده وحاجات تانية مش كده بالضبطة كده ايه تاني؟ أنا عندي شركة دعاية وأعلان في مصر وفي الإمارات بالأخص صفحات تواصل اجتماعي يعني بنمسك صفحات لأشخاص شركات ووزارات بنعمل حملات دعاية مثلا لحاجة من الحاجات اللي عملناها عملنا كذا حاجة لمصر عملنا كذا حاجة لزارة السياحة الأردنية وزارة السياحة الإماراتية يعني مركزين في الحتة دي و فكان يعني الصدفة أن أنا وأليسيا نبقى المحتوى اللي إحنا المجال اللي إحنا شغالين فيه الأول والمحتوى اللي إحنا بنعمله متقارب جدا من بعض فده كرب من عند ربنا يعني إن أنا وأليسيا شغلنا قريب جدا من بعض فابتدى يبقى فيه ميتنج ورا ميتنج ورا شغل ورا بروجيكت ورا إعلان ورا كذا حاجة ورا بعض اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على على Anchadore وعلا اشتركه على كل مفه comercial اشتركها شكرا